اعلنت وزارة الدفاع التركية شن عملية عسكرية جديدة ضد المواقع الكردية في شمالي سوريا والعراق تحت اسم المخلب السيف ما اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وقالت انها دمرت تسعة وثمانين هدفا بما في ذلك ملاجئ ومستوداعات ذخيرة للمسلحين الاكراد اضفت ان الضربات استهدفت مواقع لقصد قوات سوريا الديمقراطية في عين العرب وتل رفعت والجزيرة وديرك شمال سوريا كما شنت ضربات ضد اهداف حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل واسوس وهكورك في شمال العراق من جهتها تعهدت قوات سوريا الديمقراطية بالرد في الوقت والمكان المناسبين مشيرة الى ان القصف التركي دمر مستشفى ومحطة كهرباء وصوامع قمح في شمال سوريا بدورها اعلنت دمشق سقوط ضحايا في صفوف الجيش السوري جراء الضربات التركية وجاءت الغارات بعد اسبوع من تفجير اسطنبول واتهام تركيا العناصر الكردية بالوقوف خلفه الهجمات الجوية التركية ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني تحقق هدفين الى انقرة اولهما الرد على تفجير اسطنبول بزعم مسؤولية الحركتين الكرديتين عن والثاني تتشين فصل جديد من العمليات العسكرية ضد قصد في الشريط الحدودي الذي ترغب تركيا في تحويله الى منطقة امينة تحت سيطرتها وسيطرة البجموعات المسلحة التبع لها وبعد ان كانت الولايات المتحدة تقف حائلا دون محاولات التمدد التركية في شمال سوريا وفر هجوم اسطنبول الذريعة لاستناف الضغوط على واشنطن لسماح بانشاء تلك المنطقة الامنة الغارات التركية اسفرت عن بضي عشرات من القتلى والجرحة ولكن ليس في صفوف قصد وحدها وانما في صفوف القوات الحكومية السورية ما يهدد مساعي تطبيع العلاقات بين انقرة ودمشق التي حولت موسكو التوسط فيها ينضم إلينا من اسطنبول دكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة اسطنبول أهلا بك دكتور سمير هل توفرت التفاصيل أو ما يثبت بأن قوات سوريا الديمقراطية هي من استهدفة أماكن في اسطنبول خاصة بعد التفجير الأخير لكي تقوم بهذه العملية مساء الخير أولا العملية العسكرية التركية كما تعرفين مرتبطة بهجوم تقسيم الإرهابي وإعلان القيادات الأمنية العسكرية السياسية التركية أنه مجموعات حزب العمال وفلوله امتداداته في سوريا وفي العراق هي التي تتحمل مسؤوليات هذا الهجوم في اسطنبول أقصد عملية من هذا النوع رد التركي كان متوقعا دائما قيادات السياسية التركية أيضا تحدثت أنه سيكون هناك رد الآن هل هذه العملية العسكرية التي نفذت بالأمس وفجر اليوم ستنتهي ويتم أم سيكون هناك غرط جديدة لماذا أنا أطرح هذا السؤال لأنه القيادات السياسية والعسكرية التركية في ساعة الأخيرة ما زالت تقول أنه العملية الرد مستمرة ومتواصلة بأي اتجاه إذن ستتم المرحلة المقبلة هذه هي برأيي النقطة الآن التي ما زلنا لا نعرف عنها الكثير لكن دكتور سامير صالحة قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني نافي علاقتهما بالهجوم الأخير والحدث الأخير في تقسيم في اسطنبول هل تتخذ تركيا أو أنقرة من ذلك ذريعة لتشن أي عملية جديدة تستمر وتكرر في قصف مواقع في شمال العراق وشمال سوريا أنقرة لا تبني سياساتها على ما تقوله مجموعة قصد أو مجموعة حزب العمال لأن أنقرة حملت هذه المجموعة مباشرة مسؤولية هذا العمل الإرهابي أنقرة الآن تحاول أن تنسق مع شركاء وحلفاء على المستوى الإقليمي والدولي بعد هذا العمل الإرهابي التركيز بالنسبة لأنقرة كما تبعنا أنا وأنتي في الأيام الأخيرة كان على إطلاع واشنطن وإطلاع موسكو على ما تملكه من وثائق وأدلة ويبدو له أنه كان فيه تنسيق أيضا تركي أمريكي تركي روسي بإتجاه تفاهم الموقف التركي من خلال هذه العملية العسكرية لأنه كان فيه أكثر من تحليل تقدير موقف قراءات تقول أنه قوات الجوية التركية تحديدا المقاتلات التركية من تراث أمريكي لن تسمح واشنطن باستخدامها في عملية عسكرية في سوريا والآن على الأرض بدأ أنه نعم الولايات المتحدة الأمريكية رأت أن مقاتلة أف 16 التركية شاركت في هذه العملية العسكرية هذا يعني أنه فيه تفاهم وتنسيق كما يبدو لي بين واشنطن وأنقرة أيضا في هذه المواقف طيب سوف أعود إليك في هذه النقطة فيما يخص التنسيق مع الدول لكن دعني أرحب الدكتور سربيت نابيو أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويا الذي انضم إلينا التوه من أربيل دكتور بداية أريد أن أسألك عن ردة الفعل الكردية أو ردة فعل العراق عن هذه العملية الجديدة وأيضا لاستمرار وتكرار الضربات والاستهدافات التركية على أراضي عراقية يعني ما سبب الذي يدعوها إلى ذلك؟ هل الصمت العراقي مثل النور؟ هل الصمت العراقي هو الذي شجعها على استباحة الأجواء العراقية؟ أنا اسمي سربست وليس سربيت سربت سربست أعتذر شكرا أولا الصمت العراقي معهود جدا هذه ليست المرة الأولى التي تلتزم فيها الحكومة العراقية الصمت حيال انتهاكات التركية والإيرانية في وقت واحد قبل أيام أو في شهرين الأخير عدة مرات قامت قام النظام الإيراني بانتهاك أراضي وعمدت إلى قصف مناطق مدنية واليوم ينافسه في البربرية والهمجية النظام التوراني في أنقرة هذه حرب إبادة ضد الوجود القومي الكردي تمارسهما نظامان قوميان متطرفان كل منهما يزعم الوصاية على مذهب وعلى عقيدة دينية ويدعم المتطرفين من جانبه القضية ليست قضية تفجير تقسيم حزب العمال وليست هناك أي حركة كردية تاريخية الأكراد تعرضوا طوال تاريخيا لحروب إبادة ولقصف كيماوي ولم يلجأوا إلى قتل المدنيين هذه الأخلاق هذه السلوكيات ليست من الثقافة السياسية الكردية بالانتقام من المدني أما إذا أراد أردوغان وهو منذ شهور يحاول أن يجد ذريعة للهجوم على الكرد وتجريف المنطقة ديموغرافيا كما حصل في عفرين وغيرها من المناطق أراد أن يبحث عن ذريعة فمن السهل عليه وعلى الدولة العميقة في تركيا القيام بتفجيرها كما حصل في السنوات السابقة حين دفع البوليس التركي والاستخبارات التركية جماعات متطرفة للقيام بارتكام مجاز داخل أراضي تركيا كما حصل في 2015 في أنقرة راح ضحيتها مئة مدني شهيد وكانوا دواعش وتحت أنظار الدركة التركية حدث ذلك ومع ذلك أصر أردوغان على أن حزب العمال أو قسد أو قوات سوريا الديمقراطية أو وحدات حماية الشعب قامت بذلك بكل الأحوال أي عملية عسكرية أمنية أي من هذا القبيل تكون لديها أهداف سياسية ومساوغات تفقد قيمتها لأن الفكرة ليست في القتل بحد ذاته الفكرة هو في تحقيق مكسب سياسي من وراء عمل هذه العملية لا مكسب سياسي ولا على العكس تقوض أي مكسب سياسي مشروع وأخلاقي لقضية سياسية الجانب الآخر أن جميع اسمحي لي أن جميع الأطراف الكردية بما فيها حزب العمال الكردستاني وحزب الشعوب الديمقراطي وقوات قسد الجميع أدان هذه العملية الإدانة بحد ذاتها تبرأ هذه الأطراف من اتهامات أنقرة لكن ما دوافع هذا هو السؤال الذي يتفع أردوغان همجية التي أبداها أظهرها أظهرات قوات العسكرية أمس ليلة أمس قوات التركية في قتل هناك عشرات من المدنيين من قتلوا وجرحوا خلال هذا هذه الهمجية غير مسبق هذا إرهاب دولة الدولة التركية تمارس الإرهاب وتصدره وترعى الإرهاب في كل مكان من أصدر الإرهابين إلى ليبيا إلى سوريا إلى العراق إلى مصر كانوا برعاية تركية ومن استقطب الإرهابيين المتطرفين من جميع الدول العالم كانت الدولة التركية وقادة الإخوان المسلمين والمتطرفين حتى الآن ما زالوا موجودين في تركيا وبرعاية أردوغان الدولة التركية تنتهك حدود الدول الجارة لها وتحارب ضدها هي تمارس إرهاب الدولة تقتل السياح في العراق طيب حجر القرويين تحرق القرى والبساتين تقتل الماشية تدكي البيوت كل هذه أعمال دولة وكل هذه الإحصاءات موجودة دكتور سيربست هذه الدولة منذ عقود وقرون تمارس سياسات إنكار وترتكب المجازر بحق المدنيين من قومية وشعب مختلف وتحت عنوين مختلفة مرة بعنوان إرهاب حزب العمال أخيرا وقبل ذلك عصاة الجبل وهي تمارس حرب إبادة عنصرية ضد الشعب الكردي هذه هي الدولة هي الدولة التي تتاجر بكل شيء تتع حماية المقدسات والدين وتقيم أنت العلاقات أميمية مع أعشد أعداء الدين والمقدسات في كل مكان هي دولة مرائية منافقة ومارقة تاجر بالدين كما تاجر بالدماء السوريين طيب وصلت فكرتك سيد سيربست أعود إلى ضيفنا في إسطنبول دكتور سامير صالحة دكتور سامير كنت قد ذكرت قبل قليل أن تركيا لن تقدم على أي خطوة أو عملية عسكرية إلا بالتنسيق مع حلفائها وذكرت هنا الحلفاء روسيا والولايات المتحدة لكن هل في عملياتها قبول أو أي تنسيق مع الدول التي تستهدف أراضيها وتستباح أجواؤها العراق وسوريا أتحدث هنا في هذه الأخيرة مثلا شهدنا ربما مقاربة أو تقارب بين الجانب التركي والجانب السوري بوساطة روسية يعني كيف نفهم كيف ستكون الأوضاع بعد هذا الهجوم الذي سقط فيه ضحايا كثيرون يعني من الجانبين العراقي والسوري وأيضا حتى في الجيش السوري هناك ضحايا إذا كنت تتحدثين عن الضحايا الأبرياء المدنيين الذين سقطوا في العمل الإرهابي في إسطنبول فأنا أتفق معك تماما صحيح أنه في ضحايا أبرياء بينهم أطفال قتلوا في هذا الهجوم الوحشي في قلب تقسيم بهذا العنف وبهذه الوحشية هذه نقطة مهمة للغاية أتفق معك فيها الآن في نقطة أهم عندما نتحدث أن تركيا تقوم بعمليات يسبقها التنصيق أنا لم أقل هذا الكلام أنا قلت أنه احتمال كبير أن يكون هناك تنصيق تركي أمريكي تركي روسي سبق هذه العملية لأنه في تفاهم من واشنطن وموسكو حيال ما قدمته أنقرة من وثائق من أدلة ودعم روسي أمريكي نعم هناك عملية وحشية ارتكبت في قلب تقسيم ضهب ضحاياها العشرات الآن في نقطة ثالثة أهم من كل ذلك مع الأسف دائما بعض وسائل الإعلام تروج لها لا تريد أن تميز بين الرد التركي على مجموعات إرهابية والرد التركي على الأخوة الأكراد لا التركي لا ما عندها مشكلة مع الأكراد لا في سوريا ولا في العراق ولا في تركيا ولا في أي مكان نعم فيه شق اسمه المسألة الكردية بطبيعة الإقليمية هذا نقاش أيضا في غاية الأهمية لكن ربط مسألة الرد التركي على مجموعات إرهابية بوثائق تركية مدعومة بإفادات الكثير من المستندات هذا رد على مجموعات إرهابية ليس رد على أي كردة لا في سوريا وفي العراق في سوريا وفي العراق في العشرات من الأحزاب الكردية التي لها علاقات ممتازة مع أنقرة في شمال العراق الآن لذلك أنا أوضح وأصر على هذه النقطة وأتمنى أنه يعني أن نميز بين التحرك التركي ضد هذه المجموعات الإرهابية وبينها المسألة الكردية بشقها العام فيما يخص سقوط ضحايا في الجيش السوري دكتور صالح دعيني أؤمن ذكرتي لو سمحتني لم تقاطع سيدي لأنك لم تفهم سؤالي من الأول إذا سمحت إذا قاطعتني سأترك البرنامج وأوغادر لأنك لم تقاطع ضيفك لا تقاطعني لو سمحت لأنه حضرتك لم تفهم سؤالي من البداية لم تفهم سؤالي من البداية عني موضوع لا 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 أخرج عن الموضوع الآن نجيب عليه بعد ذلك لو سمحت لأن في نقطة أهم من كل ذلك أنه في هذه المجموعات في شمال العراق أو في شمال سوريا تحاول أن تستفيد من بعض القوى الإقليمية والدولية لتحصن من مواقعها ونفوذها لا أحد يسأل منذ خمس سنات أو ست سنات ملف داعش هذه المجموعات الإرهابية كيف يبقى بيد هذه المجموعات بالتنصيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض العواصم الغربية حتى الآن لماذا لا يحسن هذا الملف ولماذا اليوم قالت لنا قيادات كردية بحصوبة على هذه المجموعات أنه ملف داعش بدأ يتحرك وفيه خطر من هروب من السجون أو غير ذلك هذه الشماء ينبغي أن تحسن قبل أن نسأل لماذا أنقرة تهاجم هذه المجموعات لابد من تغيير سياسة في الشكل وفي المضمون دون أي تحول حقيقي في سياسات قصد ومسد وغيرها مواقفها سياستها استراتيجيتها إيديولوجيتها لا أظن أن أنقرة ستذهب بمنحة التخلي عن كل التوصيف والسياسات التي الآن تعتمدها ضد هذه المجموعات طيب ماذا فيما يخص سقوط ضحايا من الجيش السوري في القصف الأخير صحيح هذا السؤال أظن على دمشق أن تجيب عنه هل هذه العناصر كانت موجودة في خندق واحد تحت علمين علم النظام وعالم قصد كما تبعنا في وسائل الأعلام أكثر من مرة إذا كانت موجودة في خندق واحد مع مجموعات إرهابية فهي تستحمل مسؤولية وجودها في هذا المكان أما إذا كان استهداف وأنا رأيي الشخصي أنه غير موجود هذا لأن قوات النظام موجودة في أكثر من مكان وأنقرة لو أردت كانت تستهدف هذه القوات المسألة هنا هي ما الذي كانت تفعله هذه العناصر التابعة للنظام وأين قصفت أظن هذه المسألة أيضا ستناقش بين أنقرة ودماشك دكتور سامير صالحة الجيش السوري يتواجد في أي نقطة في ترابج السوري أنا أعرف أين كانت أنا أعرف أين كانت في الترابج السوري لكن في موقع واحد من مجموعات إرهابية مجموعات ترفضها النظام في دماشك قبل أن ترفضها أنقرة هذا النظام عليها إذن أن يحسم سياسته وموقفه هل يريد أن ينسق مع هذه المجموعات أم لا هذه المجموعات أيضا عليها أن تحسم موقفها هل تريد أن تنسق مع النظام أم لا هذه المسألة تبقى أوراق مزايدة بين الأطراف وبعد ذلك لماذا تركيا قصفت قوات للنظام موجودة في شمال شرق سوريا طيب دكتور سيربست نبي قبل قليل فسرت لي موقف أردوغان من هذه العملية من هذا القصف بأنه يبحث من الهجوم كان كذريعة للقيام بأي عملية عسكرية لكن بماذا نفسر الصمد العراقي عن الهجوم المتكرر سواء من الجانب التركي أو الإيراني على الأراضي العراقية أرجوك أعرفيني مؤقتة من الإجابة لأن هناك نقاط تستحق التعليق معي ثلاث دقائق فقط دكتور أنا بحاجة لوقت لأن هناك نقاط كثيرة لأجل احترام لعقل الجمهور أولا ملف داعش كانت داعش جارة لتركيا وتركيا تشتري منها نفط عن طريق ابن وزير النفط داعش الذي لقب ابن الرئيس التركي قدوال سنوات ولم يبدي الرئيس التركي أي استياول الدولة التركية من هذه العلاقات مع داعش وفي الغزو التركي عام 2019 إلى باس العين وفي العمليات الأخيرة التي حصلت في سجن غيرها قادة داعش الذين تمكنوا من الهرب هم الآن موجودين بالأسماء ضمن الأراضي السورية المحتلة من قبل الجيش تركيا ومعروفين أماكن تواجدهم وتمكن قلات المتحدة في القضاء عليهم عبر عمليات انزال معروفة والقضاء على أمرائهم في أكثر من مرة هذا من جانب الأول حول علاقة تركيا مع داعش المستندات التي تحدث عنها ضيفك لنراجع قليلا رواية سويلو سليمان سويلو وزير الداخلية التركي المدخمة بالتناقضات والأكاديم أولا لم يتم اعتقال المتهمة في ترجيع إسطنبول في منزل مستأجر إنما دفع بها وزجها كما روت صاحبة المنزل سيدة أمينة حاسو لقناة كردية إنه جئ بها ليلة من قبل جيرانها العرب السوريين وأبقوها لساعة فقط أو أقل من ساعة في منزلياتهم أجيش تركي لا أريد أن نخرج من الموضوع دكتور لا لا الموضوع مهم اسمحي لي أرجوكي هناك حقائق لازم أن تقال لأنه رواية تركية حول تهام الكرد رواية كاذبة وملفقة هي ملفقة تماما وهناك أكثر من جهة في المرة الأولى قال أن الأوامر صدر من كوباني ثم عاد وقال من منبج كل هذه الأكاذيب لا تتسق رواية متناقضة مشكلة تركيا هي مع الأكراد وأكبر بنهال على ذلك أن تركيا التي احتلت عفرين مع ميليشيات المرتزقة التابعة لها هجرت أكثر من ستمائة ألف من سكان المدينة ووطنت مدل منهم تركومان وشدات آفاق وقطاع طرق مشتة بقاع الأرض الآن وقامت بعملية تجريف وتغيير ديموغرافي جمل أكثر من سبعين بالمئة بسكان المنطقة هل هذا يعتبر تهديد للأكراد أم لا كان أردوغان يصرح قبل العملية بأننا قادمون إلى عفرين وسنعيد إلى أهل وعفرين كان نسبة الكرد فيها 96% من مجموعة سكانها الآن لم يبقى من الكرد فيها أقل من 30% كيف تفسرين عداء تركيا هذا أما ما يتعلق بالصمت صار الحديث عن الصمت العراقي إذا اختراقات النظام الإيراني والنظام التركي نوعا من الرفاهية الإعلامية والسياسية لأنه من المحال أن نتوقع في ظل هذا الانتهاك المتواصل في ظل غياب القرار الوطن المستقل في العراق أن تتجرأ أو تصبح حكومة ما قادرة على الرد على مثل هذه لأسيما أن هذه الحكومات عادة تقرر مصيرها باتفاق إيران بوصايا إيرانية واتفاق بعض الولايات المتحدة وتركيا ومراعاة لمصالح هذه الدول في العراق خلاصة القول الدولة العراقية القرار السيادي القرار الوطني غير موجود بالمعنى الدقيق للكلمة لهذا السبب نجد صمتا وحتى تخازلا إذا لا توجد دولة على وجه الأرض انتهكت أراضيها انتهكت سماؤها حتى المياه الآن العراق الذي كان يسمى بلاد ما بين النهرين سيصبح بلاد ما بين الصحراءين نتيجة قطع الدولة التركية وسياسات المياه التي هددت ودمرت البيئة في العراق إذن أن العراق كانت هناك قيادة وطنية مستقلة وشجاعة وقادرة على الرد لما تجرأت تركيا وصلت هذه الفكرة أعدني دكتور سير بيست نعم دكتور سامير صالح بعد المعضيات الأخيرة ما مصير إنشاء تركيا لمنطقة آمنة شمال سوريا هل تركيا ترى الآن الظروف مهيئة لذلك في أقل من دقيقة طبعا هذا طرح تركيا قديم جديد موجود باستمرار لكن يحتاج أيضا إلى تنسيق مع أكثر من لاعب محلي وإقليمي باعتبار أنه الجغرافية التي تتحدث عنها أنقرة واسعة لكن أنقرة مصرة على التمسك باستضافة 300 ألف كردي سوري داخل أراضيها فهربوا إلى داخل الأراضي التركية فتحت الأبواب أمامهم استقبلتهم وهي التي الآن تنفق بشكل مباشر هذه ليست منها هذا واجب إنساني أخلاقي هذا ما تقوله أنقرة وهذا يعكس حقيقة أن تركيا تميز بين مجموعات إرهابية وبين الإخوة الأكراد أينما كانوا شكرا جزيلا لك الدكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة إسطنبول كنت معنا من إسطنبول وأشكر أيضا الدكتور سيربست نبي أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة قوية كنت معنا من أربيل شكرا جزيلا لكم ضيفانا اشتركوا في القناة